مرحبا فيكم حبايبي برج السرطان. ان شاء الله يكون حلو لبرج السرطان لانهم تعبوا شوي اخر فترة. نسحب ورق كنتيجة او كخلاصة للقراءة او تأكيدات تثبيت. وباخر الفيديو راح تكون مفاجأة هيك صغيرة. وخليني احكي الطاقات علشان دائما انا بنسى. الطاقات حبايبي اكترها ترابية. يعني في فلوس كتير. اكترها ترابية. نارية. هوائية. هدول اكتر شي. شايفي قوس واسد. اكتر ابراج هدول. اه خلينا نشوف بشكل عام. اه شايفتك عزيزي حبيبي برج الجوزاء. اه كنت متعرض لعلاقة ثلاثية واكنك طلعت منها من هاي العلاقة الثلاثية. اه طلعت حالك اه او ممكن تكون انتصرت في علاقة اه ثلاثية او رح تنتصر. اه لانه شايفي هون في مبادرة رح تكون منك او من الشريك. اه رح يصير فيه نقاشات شوي حادة عالتليفون. عالاغلب عالتليفون رح تكون اه او فيس توفيس. رح يكون شوي فيه مشادة في الكلام في الحكي فيه رح تسمع شوي اه كلام جارح من اه الشريك او اه من طرف من الاطراف اللي عم بيدخلوا حالهم. اه ولكنك اه شايفتك انا منتصر انتصار فضيع على اه علاقة ثلاثية في هذا الشهر. اه عم بشوف الشريك اه عم بتطلع لك كأنه انت اش كتير عم بتطلع لك وكأنك انت جوهرة على يعني عم بيشوفك اه او اه حتى لو كنتم مع بعض مشتركين عم بيشتق لك حتى وهو معك يعني وهو بعيد كمان عم يشتق لك عم بيفكر فيك طول الوقت متعلق فيك اه تعلق مرضي انا شايفته اه رح يلف 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 ويرجع لك. ولكن انت بهذا الوقت بتكون اه تعرفت على شخص اه جديد. انت اوريدي اه برج الجوزاء المنفصلين اوريدي عم يجربوا حظهم مع شخص جديد وهذا الشخص انا شايفته جدا اه رائع بالنسبة لظروفهم اه هم اه شخص مناسب لهم. ممكن يكون اه برجه او اه طاقته ممكن تكون اه نارية او مائية. اذا كانت هيك طاقته فهو شخص كتير مناسب انا اه عم بشوفه. الناس المتزوجين او على علاقة شايفيتهم اه اه عم اه يعني كونوا على توافق. عم ينهل اه شوية المناوشات اللي هم اه يعني عملوها او اه صارت بناتهم. شايفهم عم بحتفلوا في بيت اه في. اذا كانوا لسه مش مرتبطين بارتباط. وهذا كمان بالنسبة للمنفصلين هذا يعني كرت كتير حلو بتحقيق السعادة ما بين الطرفين والمصالحة. لاني شايفة مبادرة من اه منك او من الطرف الاخر. اه عم بشوف اكتر من كرت بدل انه في مبادرة. برج السرطان. اه في الحل يعني في 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 مصالحة في حل معين. اه وخاصة وخاصة الاشخاص اللي بناتهم في اختلاف كبير بالعمر بالديانة بالكذا. اذا فيه كان اختلافات كبيرة فهذا هو الشهر المناسب لحتى انه يصير في اه صلح. اه عم بشوف برج السرطان عم ياخد قرار اه قوي ومصير كتير بها. هاي الفترة ممكن يكون زواج. اه طلاق لا ما ما عم بشوفه طلاق. ممكن اه بيع ارض او شير ارض او اه عم بتفكره بمسكن جديد عم بتشتري شي ثمين. يعني عم بشوفك هذا الموضوع عم بيبشر اه بخير. عم بشوفك بتنتظر اه سفر. بعض الاشخاص بينتظروا اه سفر او بينتظروا شخص مسافر انه يرجع. بالنسبة للعمل حبيبي. اه عم بشوفك السرطان عم تشتغل اكتر من شغلة بنفس الوقت. واك انه همك كتير هذا الشهر انه تكون اه يعني معاك فلوس. واستقرار المادي كتير عم تطلع له بيعني باهتمام كبير هذا الشهر. وكأنه كان في انا بتذكر القراءة الماضي كانت لبرج السرطان شوية المادة ما كانت اوكي. فعم بتحاول هذا الشهر انه لا انك توازن الامور انه يصير في اه اكتر اه يعني اه تركيز على العمل. بانك تطلع اكتر منها. شايفيتك عم بتشتغل اكتر من شغلة شغل اساسي وشغل اكسترا. اه وللناس حتى اللي ما عندهم اه عمل ممكن يكون كتير فرصة كبيرة انه يحققوا اه هذا الموضوع. شايفي في طاقة حسد كبيرة في العمل. اه لذلك الانجازات شوي متوقفة لبرج السرطان. وكأنه فعلا يعني انحسدوا او محسودين هاي الفترة. اه شايفي حسد من حتى الاصدقاء. في صديق انت انفكروا عن جد انه صديق. اه على الاغلب يكون برجه ناري او اه او ترابي او حتى ممكن هوائي. اه هذا الشخص خاصة اذا كان هوائي فهو شخص بيدمر لك الشر. اكتر شي اه يعني من اه الاوراق بيّن. اه قلنا طاقة برج السرطان. هاي الفترة. كمان شو راح تكون يعني اضافة. اكتر شي تفكيرك و حول ايش راح يكون. راح تكون عم تصرف. اه هذا طلع كمان لبرج مش هارف شو. اه راح يكون في عندك اكتر اه يعني بذخ او اه انت كريم بالاساس يا برج السرطان. راح يكون في عندك شو. يعني عم تدفع كتير عم بشوفك هاي الفترة. اه وممكن يكون اه معناه انه فعلا ثروة جاية في الطريق او اه يعني عم الشغل اللي عم تشتغله قبل شوي قلنا عنه كله والمحاولات عم بتكون اه كتير اه يعني كتير اه مثمرة. ورح تجيب نتيجة في اسرع اه وقت. شايفيتك اه عم بتحاول تكون غامض هذا الشهر وخاصة مع الشريك. اه حتى مع الاشخاص التانيين عم بتتكتم على مشاريعك. عم تتكتم على اه ما عم تأمن لحدا. ما عم تعطي ثقة لحدا. اه حتى الشريك عم تتعامل معه بغموض. فهذا اكتر اشي بالنسبة لطاقتك يا برج السرطان. خلينا نشوف هاي الكروت اه تحذيرية بتحذرنا دائما من شي معين. خلينا نشوف اه شو عم بتحذرنا هاي المرة لبرج السرطان. من شو عم بتحذره? بتحذرك اه غريبة هاي يعني بس مش عارفة. بتحذرك من اه شخص جديد اه عم يدخل حياتك اما صديق اما كحبيب داخل اما معجب عم يدخله في حياتك هذا الشخص دير بالك اه منه من من دخول اي اشخاص اه اه كون حريص يا برج السرطان. ما عم بقولك لا تدخل حدا لحياتك ولكن عم بقولك اه كون كتير حذر بالنسبة لهذا الشخص. كمان تحذير ثاني بالنسبة العائلة. الاهتمام بالعائلة. اه بقولك عدم اهتمامك بالعائلة ممكن يقدي له انفصال او ممكن يقدي انه مش انفصال يعني لا زمح الله اه لا امور ابعد من اه ما انت متخيل فلا شوي يقرب من الاسرة وكمان من الاسرة الكبيرة مش بس الاسرة الصغيرة. اه عم بشوفك عم بتكون بعيد عن جذورك. اه يمكن هذا الكرت بيحذرك او بيوصيك انه تكون قريب من اه خلينا نقول قريب من العائلة. اه عم بشوف والدتك اه على خلاف شوي معك. فكون اه حذر من هذا الموضوع. يعني احنا شو قلنا غير اه رضاهم علينا يعني اه الله يديمهم. فا اه اصلح الموضوع ازا كان في بينك بين الوالدة او الوالد اه اي موضوع اه يعني ما بعرف شو انتو ظروفكم بس طلع لي هذا الكرت. خلينا نشوف هون. هطلع لك اه هدول المسجز فرم انيمالز. كل واحد بيطلع له حيوان معين وبيحكي له المسج اه بما يعني تناسب مع طبيعة هذا الحيوان طلع لك اه اه بيقول لك لا تلتهي بالشغلات اللي بتلهيك هون وهون وهون. اه بكون كتير اه واضح اه ويعني ماش منيح بالحاس السادسة تبعك عم بتكون عندك تفتيحين هاي الفترة عم بتكون عندك حاس سادسة اه لبرج السرطان عم بتصير عندك اه متل صحوة اه نورانية اه يعني روحانيات حلوة كتير هاي الفترة فعم بيقول لك الحدث تبعك اه شو بيدلك اه اه امشي وراه واضلك مركز على الهدف اه تبعك اه وتحرك بسرعة كنت بطيء بالفترة الماضي فبيقول لك بالفترة الجاي اللي هي سبتمبر لازم تكون اسرع. بقول لك اختار انك تكون انت اه محبوب انت يعني انت اساسا ان انسان اه محبوب اه جدا يا برج السرطان وهاي الفترة رح تكون اكتر جاذبية مثل المغناطيس يعني بت بت بتجذب الاشخاص اه اللي من حواليك اه اعمل الاشي اللي انت بتحسه اه صح اه حتى تجاه الاشخاص اللي حواليك مو شرط انه تكون اه يعني اه خلينا نقول مو شرط تكون اه بس القول تبعك الو علاقة فيك انت ولكن ممكن انه اه اتشاركه مع الاخرين. اه فالنجاح اللي بيجي جماعي بيقول لك انه اشتغل مع فريق اكتر هذا الشهر ما تشتغل ما تشتغل بشكل فردي نجاحك اكتر هذا الشهر ازا كنت اه عم تشتغل ضمن فريق. اه طيب ما اخذنا هدول الكروت بالنسبة للي عندهم اه شريك اه منفصلين او اه متفصلين. يعني في كل الاحوال اللي عندهم شريك. خلينا نشوف عقله الباطن. شو عم بيفكر? لا يعني اكتر اشي او اه بشكل عام. اه عم بيحاول انه يستشفي. عم بي عم بي اه شايفيته عم بيسمع او تارك العوائق زي ما هي. ما عم بيحل شي. اه العوائق شايفيتها مثل ما ما هي هو كسلاني كتير هاي الفترة. انه يعمل اي تغيير انه يعمل اي اجراء. اه فبشوفه شوي ما يعني ماسك مكانه. اه ولكن بالنتيجة انا شايفي بينك وبينه هو في عقله الباطن مخزن فكرة الارتباط منك. لانه انا شايفي هون شجرة ومال ويعني وثروة ونمو. اه عم بيفكر بانه يرتبط فيك. يعني مع انه كرتين شوي متناقضين. اه بيوصفه شخص اساسا متناقض يمكن يكون. فخلينا نشوف. طيب هون شو فيه. ديتوكس. بحكي لك تخلص من ديتوكس يعني اللي في حياتك حاول تكوني يمكن نباتي. اه عاداتك سيئة عم بتكون كتير اما بتاكل قبل ما بتنام دايريكت او ما عم تعمل سبور او عم تكتر او تدمن على شغلات معينة مثل ما بعرف تدخين شغلات فعم بيقولك انه لازم تتخلص من السم اللي في جسمك. هو وقع قبل ما احرك. ايوه بيقولك انه انت رح تحرز هدف. رح تحرز هدف في الصميم. بالفترة الجاي فهاي يعني بشارة. ما بعرف شو الهدف تبعك اه عاطفي او اه او غير يا برج السرطان بس اه بالعموم عم بيقولك انه رح تحرز هدف او شي انت مصمم كنت اه عليه فعم بتحققه. بيقولك في تغيرات في العائلة. اه وكانه فيك حمل للنساء او حتى لو كنت رجل سرطان في حمل زوجتك او بشائر بي اه حمل انه في تغيرات اه بالعائلة وممكن تكون تغيرات مادية المهم انه هاي التغيرات هي عبارة عن تغيرات ايجابية. ممكن تكون مصالحة مع احد افراد العائلة لانه قبل شوي بيان عندي وكأنه في شوية صراعات مع اه شخص من العائلة او صديق فعم بشوفها انه عم تحكي لك انه صالح او بادر او اه كون انت اه من المبادرين في هاده الموضوع. كيب تشاردينج اهد. اه بقولك انه اه ضلك اه ضلك اه تشجح حالك او ضلك تعمل تشاردينج لحالك اه تشحن حالك اه لا قدام. اه ولا لا تحكي دايما لحالك انه لا ما رح يصير لا ما رح يصير. هاي هاي الكلمة اتركها يا برج السرطان. انا بعرف انه انت بتحكيها كتير. فبقولك اتوقع المعجزات والسوليوشنز والحلول اه حتى تظهر. فالاشي اللي بتتوقعه بيظهر. فبقولك ما تكون ابدا سلبي. بالعكس احكي اس. شو خسران انت يعني. انا بستغرب ليش احنا بنفكر احيانا او ليش انتو بتفكروا بطريقة سلبية. طيب ما انت بتفكر بطريقة سلبية او ايجابية يعني 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 ما رح تخسر ايشي. لا هيك رح تخسروا. فليش ما تكون ايجابي يعني. مش خسران ايشي والله ما حد تدفع فلوس يعني. بس انت جربها لمدة واحد وعشرين يوم بس. انك تكون ايجابي. وانك تطرد الافكار السلبية من بالك. وشوف المعجزات اللي ممكن تحصل في حياتك. راقب. اه بس يعني الاغلبية ما بترد يعني ما ما بيعملوا هذا الاشي. اه بيقول لك انت على يعني على شفاء يعني زي ما بيقول لك خطوة واحدة من النجاح. ولكن انت متشائم من عدم النجاح او كزا. فبيقول لك ضايل الخطوة الصغيرة بس يعني فاصبر. خليك. اه خليك في هذا الموضوع وانت راح تحصل علي انت بدك اياه. فما تميل. احيانا واقت اللي انا بدي امل بعديها بيوم او بعديها بيومين. اه يعني لو انا كملت كان حصلت علي بديها. فريش? اه هون طلع لنا انه هون طلع لنا انه كيف ده اقول لك اه اكتر اشي رح ينجح معاك هذا الشهر. اه موضوع الشراكات او زي ما قلنا قبل شوي انه الشغل في فريق اكتر اشي. اه رح كتير اه تبدع ازا كنت عم تشتغل في هاي في هاي الطريقة. اه انه اه التعاون مع اشخاص اه او المشاركة تشارك الاشخاص بشي معين. اه حتى لو كان عصا عاطفي اصدقاء اه كزا. اه احلى شي هذا بيقول لك رومانس. يعني هلأ وقت الرومانسية لو كنت متزوج او غير متزوج اه اعزب منفصل فهذا الوقت كتير اه مناسب انه تعيش اه يعني اه مغامرة رومانسية. مش مش شرط يعني شخص جديد ممكن اه شخص قديم في حياتك. فهذا الوقت الرجعة وهذا وقت الحب. فشي كتير حلو لبرج السرطان. نشوف اخر اوراكل. اه بيقول انه الانيرجي اللي عندك اياها كبيرة كتير ورح تتفجر. عندك طاقة كبيرة جواتك رح تكون بسبتمبر يا برج السرطان. بيقول لك اه اعكسها او اعمل اه اعمل اه اعمل اه يعني اه كيف ده اقول لك اعمل انعكاس شارك هاي الاصباقة مع الاخرين. اه طول الوقت عم بيقول لك عالمشاركة وكأنك اه هاي الفترة او الفترات الماضية كنت عم تشتغل لحالك اه ما كنت عم بتشارك اللي حواليك او ما كنت اه عم بتأمن للي حواليك. فبيقول لك انه اكتر شي هاي الفترة اه انه تشارك مع العالم. خلينا نيجي على اه اه الاضافة اللي رح تكون على التوقعات ما بعرف ازا عجبتكم ممكن انه اه يعني اه نستمر عليها. رح تسألوا سؤال رح تضمروا سؤال رح تكون اجابته يس او نو اه واذا في موعد معين او تقريبي يا جماعة مش وقت يعني بالضبط تقريبي اه ممكن انه نحكي. فاضمر على سؤال يا برج السرطان. او اعمل بوز للفيديو واسأل سؤال ركز في سؤال معين فكر فيه. وخلينا نشوف الاجابة صح. رح يصير هذا الاشي ولا ما رح يصير او انه هو اه مو شرط يكون اه حدث بده يصير. ممكن شغلة صارت او لا وانت شاكك. اه ممكن يكون اي سؤال يخطر على بالك لكن الاجابة فيه يس او لا. الاجابة هي مش بس يس لا يعني زي ما بتقول عشرة يس. اه هذا الاشي رح يحصل مليون بالمية. اه على قد ما انت حاسه انه صعب. على قد ما فيه العوائق شايفي انا كتير عوائق فيما سبق بهذا اه لهذا الموضوع. فيه كتير عوائق عشتها انت اه لحتى هذا الموضوع ما يصير. ولكن انا شايفي هاي العوائق عم تتكسر. اه شايف الشي هذا عم بيصير عم بتكون انت متل الملك او الملكة في الموضوع. وفيه انتصار في اه الموضوع. اعجاب